أصدر المجلس الأعلى لشؤون المالية والاقتصادية قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايدة الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ويتضم المجلس في عضويته كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايدة الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي عضوا منتدبا ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبد الحميد محمد سعيد وصعدة سيف السعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي